مشكلة تلوث المياه في البصرة وصلت إلى طلاب المدارس فيها حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن أكثر من 277 ألف طفل يواجهون خطر الإصابة بالأمراض نتيجة المياه الملوثة في مدارس المحافظة جنوب العراق وبسبب الواقع المزري لمرافق المياه والصرف الصحي نقل بعض المعلمين معاناتهم للمجلس بالقول إن الأطفال يتوجهون للعلاج في المستشفيات بعد عودتهم إلى المدارس بأعداد تثير القلق حيث يعانون من أمراض شتى نتيجة التلوث المدير الإقليمي للمجلس وولفان جريسمان قال أن أكثر من 800 مدرسة أصبحت مصدر للتكاثر وانتقال الأوبئة والأمراض المنقولة عن طريق المياه بما في ذلك الكوليرا وأن الخطر بات يتفاقم خاصة عندما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض في الأسابيع القادمة جريسمان أضف بأنهم قلقون للغاية من تدهور واقع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المدارس والصفوف المزدحمة التي من الممكن أن تقود المدينة إلى كارثة حقيقية من الناحية الصحية بشكل عام ووفقا للمفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية فإن أزمة المياه في المدينة والمنطقة أدت إلى تسمم أكثر من 110 آلاف شخص على مدار الأشهر الثلاثة الماضية وقال المجلس أنه يعمل على ضمان حصول الأطفال على مياه آمنة وصالحة للشرب في بعض من المدارس الأكثر تضررا والأسوأ حالا وتسببت أزمة المياه في المناطق الريفية في المحافظات الجنوبية من العراق في مغادرة آلاف المواطنين منازلهم وترك محاصيلهم التي تضررت هي الأخرى من جراء الأزمة